نروح لأرض الملعب ولقاء مع سيف فوكس تفضل يا فاروق تفضل يا فاروق تفضل يا فاروق تفضل يا فاروق خلل الفترة القادمة لأن مبارات السبورتينج فإن تفكرين أننا كذبين فرحانين بالتعادل لو هذا ليس مكسب ولا شيء عادي ولسه عندنا لمدة شوية 5 سبورتينج في الكاس ده أهم يعني بتولة تانية وبعدين بقى المجمعتين بتوع الدوري هم اللي يحددوا أول الدوري وثاني الدوري أنا عايز أقف عند النقطة دي بالتحديد يا فوكس النقطة انت بتقول انت تفتكرون أننا فرحانين بالتعادل لا احنا مش فرحانين بالتعادل احنا كان نفسنا نكسب ونفرح جمهور النادي الهالي كويس انك لامس هذا الامر كالعيب بلعب في النادي الهالي لامس هذا الامر ولمس مدى تأثيره عند الجمهور دي حاجة معروفة طبيعية عشان النادي الهالي طبعا لازم نكسب بس زي ما كنت أقولك المشيطة اللي هتحدد البطل الدوري هي المجمعتين الجايين يوم 10 و 11 و 12 وبعدهم 24 تقريبا احدا كان مش فاكر ده اللي هتحدد بقى بطل الدوري وبطل الكاس بعدين ان شاء الله قبل الدورتين تقول توعد الجمهور بايه وتقولوا ايه للجمهور وانتوا مستانين ايه من الجمهور ان شاء الله طبعا نوعيدهم بالدوري والكاس ولسه فيه بتوط أفريقيا وكذا بتولا ان شاء الله وطبعا هدفنا يعني البطلات كلها ناخد اول ان شاء الله مش مركز تاني انتوا بحتاجين ايه فوكس من الجمهور محتاجين ايه مننا محتاجين ايه من الجمهور اكيد طبعا اي لعيب يحتاج ان الجمهور يقف جنب وأي فرقة نعمة بس بإذن الله فوكس بإذن الله فوكس بشكرك والتوفيين إن شاء الله في اللي جاي كابتن أيسم داك اللي خانا مع سيف هاني فوكس لعب فريق النادي الآلي من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد وضيوفي الكرام